لو حلمك إنك تسافر لأي دولة أوروبية وتحديداً لإيطاليا خلاص حلمك ما بقاش بعيد ومن دلوقتي أنت هتقدر تسافر لإيطاليا بكل سهولة وبأرخص التكاليف وده لأنها أعلنت عن منح تأشيرة جديدة تكلفتها أقل من 3000 جنيه أيوة زي ما سمعت هتسافر إيطاليا بأقل من 3000 جنيه لكن إيه تفاصيل التأشيرة دي وإيه شروطها وإزاي تقدم عليها وإيه تفاصيل الثلاثة وتمانين ألف وظيفة المطلوبين في إيطاليا كل دو أكتر هتعرفوه معي بس تابعونا لآخر الفيديو ناس كتير حلمهم إنهم يسافروا برا ويا سلام بقى لو البلد دي كانت دولة أوروبية زي إيطاليا مثلاً لكن إيه رأيك بقى إنك دلوقتي هتقدر تسافر لإيطاليا بأقل المصاريف وأسهل الإجراءات لكن إزاي؟ شوف يا سيدي حسب جريدة الوطن فأول حاجة لازم تعملها عشان تقدم على الصفر هي إنك تدخل على موقع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية وتملى البيانات المطلوبة اللي عبارة عن نوع الجنسية واسم بلد الإقامة الخاصة بيك وكمان المدة اللي انت عايز تقعد فيها في إيطاليا ونوع التأشيرة اللي انت عايزها سواء كانت زيارة أو سياحة أو عمل بعدها بتحضر كل المستندات المطلوبة منك جو النموذج وبتحضر وصيقة صفر سارية المفعول لمدة ما تقلش عن 3 شهور عن مدة التأشيرة المطلوبة وده حسب موقع الصفارة الإيطالية بعدها بتقدم الطلب بشكل رسمي في الصفارة الإيطالية في القاهرة وهيتحدد لك المقابلة الشخصية بالصفارة ولو طلب التأشيرة قبل ووفقه على الصفر فساعتها بقى هتبدأ في استخراج وطباعة تأشيرة العمل بس يطرق تكلفة التأشيرة دي كام؟ أنا أقول لك حسب جريدة الوطن سعر تكلفة الحصول على تأشيرة العمل في إيطاليا هو 80 يورو يعني حوالي 3000 جنيه بالضبط 2600 جنيه بالسعر الرسمي للبنك وده يعتبر أرخص سعر للتأشيرة وبتتحدد بقى بناءً على العمر والجنسية وغيرها لكن خلي بالك في حالة رفض الطلب مش هتقدر تسترجع تكاليف التأشيرة اللي دفعتها وبالمناسبة الدكتور عيسى إسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا كان قال من فترة إن إيطاليا أعلنت عن توفر 15000 فرصة عمل للوافدين من الخارج وقال إن التخصصات المطلوبة هي الكهربائيين والسبكين والصيادين وسوئين النقل العام والقائمين على رعاية كبار السن مش بس كده ده قال كمان إن عدد العمالة الأجنبية الوافدة المطلوبة هو 15100 سنين على 3 سنين بشرط إنهم يكونوا متضربين قبل السفر لإيطاليا وإن اتحاد عمال إيطاليا هو اللي هيقدم الدورات التدريبية دي والدورات دي هتكون متخصصة في مجالات مختلفة طبقاً لاحتياجات سوء العمل الإيطالي وقال كمان إن الاتحاد عنده مكتب خدمات تابع للسفارة الإيطالية في مصر وهو اللي هيكون مسؤول عن تنظيم الدورات دي بالتنسيق مع وزارات الهجرة والقوة العاملة والشباب والرياضة وإننا هنحاول استخدام مراكز التدريب الموجودة في جميع محافظات عشان كل المواطنين يستفيدوا وعلى فكرة في شهر يناير اللي فات وزارة القوة العاملة كانت أعلنت عن توافر آلاف فرص العمل للمصريين في إيطاليا عشان كده الناس اهتمت وقتها وبدأت تسأل عن تفاصيل الوظايف دي وقالوا إن الحصة الإجمالية المقررة لدخول الوافدين لإيطاليا هم 82705 وافد للحصول على فرص عمل موسمية وغير موسمية كمان والعمل الحر وبتتأسم لـ 38705 تصريح إقامة للعمل غير الموسمي والعمل الحر و44000 تصريح للعمل الموسمي وقال إن الوظايفة المطلوبة هتكون في قطاعات النقل البري والتشييد والبناء والسياحة والفزادة والميكانيكا والاتصالات والأخذية وبناء السفن وإن الحصة المقررة للعمل الحر بتوصل لـ 900 تصريح منها 370 تصريح للأجانب الحاصلين على تصريح إقامة للدراسة أو التدريب المهني في إيطاليا و30 تصريح للأجانب الحاصلين على تصريح إقامة لفترات طويلة بدولة تانية في الاتحاد الأوروبي و500 تصريح للأجانب المقيمين خارج دول الاتحاد الأوروبي أصدهم العربي عنه وحسب محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا إن المكتب بيتواصل مع كل الجهات الإيطالية المعنية لحصول العمالة المصرية على العدد الأكبر للعمل في المهن المطلوبة في إيطاليا ودلوقتي قلنا رأيك في تأشيرة إيطاليا الجديدة اشتركوا في القناة